هو علم التعبير والبخاري رحمه الله الصحيح عقد كتاباً لصحيح كتاب التعبير وأهل العلم يعدون هذا من العلوم وهو يختص به بعضهم دون بعض وقد فتح فيه لبعض سلفنا الصالح ففي العهد النبوي كان أبو بكرين الصديق معروها بتعبير الرؤية وكان عثمان بن عفانة رضي الله عنهما كذلك معروها بتعبير الرؤية وبعد هذا كان محمد بن سيرين في أيام التابعين من أشهر الناس بتعبير الرؤية وكذلك مالك بن أنس بعد هذا في أتباع التابعين اشتهر بتعبير الرؤية وكذلك تلميذه عبد الله بن وهب اشتهر بتعبير الرؤية وهكذا في عصور مختلفة اشتهر عدد من العلماء بتعبير الرؤية وذلك بقدر استيعاب الإنسان للقرآن وفهمه لواقع الناس وحياتهم ودللات اللغة والأمثال وغير ذلك مع ما يكون من الفراسة والبصيرة فهذا عصر آخر لا بد منه